اشتركوا في القناة من التعامل مع جائحة كورونا منذ بدء انتشار فيروس كورونا عالمياً أخذت مملكة البحرين على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وقد قامت المملكة برفع درجة التأهب لمواجهة هذا الفيروس منذ ظهوره وذلك من خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المدروسة والتي ساهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الأضرار السلبية الناتجة جراء كوفيد-19 وبفضل التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والجهود الوطنية المبدولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بقيادة ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله فقد سطر أبطال الوطن ملحمة كبرى لقصة نجاح إدارة الأزمة وأصبح ليس بغريب على الأبطال الذين يعملون ليلا ونهارا في الإدارة العملية الطبية والتي كان لها الدور بارز في تقليل نسب الإصابات وإشاعة حركة وعي جماهيري كبير والعمل على زيادة نسب الوقاية من المرض ومنع انتشاره فبقاء الوضع تحت السيطرة مثل ركناً أساسياً في نجاح الجهود الوطنية في التصدي لكورونا بالإضافة إلى المحافظة على سير العمل في كافة الجهات الحكومية والخاصة ونجد في مثل هذا الموقف المسؤول التزاماً كبيراً لمساندة وإنجاح مهام الفريق الوطني منذ انطلاقته الأولى بغيادة ابننا السمو ولي العهد الأمين من مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها الذي تتميز أعماله بالجدية والمهنية وبنتائجه المبهرة التي تبعث على الكثير من الفخر والارتياح والحرص الكبير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين هذا النموذج البحريني المشرف في التصدي لجائحة كورونا وإدارة ملفاتها المختلفة أصبحت حقيقة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وجسد مكانة مملكة البحرين الرائدة وقدرتها في مواجهة الكوارث والأزمات انطلاقا من إيمانها التام في أهمية الوفاء بالتزاماتها للمحافظة على سلامة وصحة المجتمع بكافة شرائحه من مواطنين ومقيمين كما أبرز كيفية التصدي لكوفيد-19 والتلاحم بين القيادة والمجتمع التي لم تأتي من فرق بل من خلال فريق وطني شهرت له دول العالم والمنظمات المتخصصة وتأتي جميع الجهود المفذولة من قبل مملكة البحرين في إطار مكافحة فيروس كورونا والتي تؤكد على المضيء قدما في بدل الجهود نحو تعزيز عناصر الاستدامة ومواكبة المتغيرات كما يترجم العمل الدؤوب المتواصل الرامي إلى تطوير السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية طرعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر